أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائنا هذه قناة حياتنا أور لايف نرحب بكم على قناتنا على اليوتيوب وفيكم تشوفون أيضا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي ونطلب منكم أن تشتركوا بالقناة وتخبروا جميع أصحابكم عنا قناتنا من الصف الأول إلى العاشر نقدم فيديوهات تعليمية وترفيهية بالإضافة إلى نماذج الامتحانات وفي شروحات للكلوز أب واللوك اللي حاب يتواصل معنا عشان نفعله الفيديوهات عشان حقوق الحفظ طيب القسمة كطرح متكرر هو عنوان درسنا الثاني كتير سهل وما بده كتير شغل يعني بدنا نفهمت شو علاقة القسمة بالطرح يعني عندك 12 قطعة يا ثالث تمام بقولي لك قسمتها لثلاثة مجموعات متساوية كم قطعة عد رح تكون موجودة بكل مجموعة إذا بدنا نمشي على خط الأعداد اعملوا نقاط لحد يتصلوا للرقم 12 تمام هدول 12 قطعة بزق قسمهم لثلاث مجموعات متساوية أوكي؟ ثلاث مجموعات لازم يكونوا فقط لغير طيب بقولك كم قطعة عد رح تكون موجودة بكل مجموعة أوكي؟ يعني كل مجموعة لازم يكون فيها عدة خلينا نشوف مش عارفين فبقولك نستعمل الطرح المتكررة على خط الأعداد فنبدأ من العدد 12 وعم ترجع رجوع لورا يعني زيك أنا عم نطرح زيك أنا ونعمل شو؟ اللي بسموه الترتيب التنازلي زيك أنا عم نرجع لورا صح؟ يعني من هون رح نبلش نحن شغلنا ونرجع رنجوع هو قال لك بده ثلاث مجموعات متساوية أوكي؟ كم بكل مجموعة رح يكون عندك؟ بده ثلاث مجموعات يعني 12 11 10 9 رح نرجع أربع مرات ليش أربع مرات؟ لأنه بقول لك رح تطرح ثلاثة في كل مرة لحديث ما تصل للصفر تمام؟ لأنه بده ثلاث مجموعات متساوية تمام؟ إذا رح نطرح العدد ثلاثة في كل مرة حتى نصل إلى الصفر نلاحظ أننا طرحنا ثلاث قطع عد كم مرة طرحناها؟ أربع مرات أوكي؟ طيب إذن أربع مرات فإذن معنى ذلك إنه العدد رح يكون في كل مجموعة قده أربعة يعني 12 بدنا نرجع أرجوع ثلاث حبات 12 شيل منها ثلاث صارت تسعة روتشيل منها ثلاث صارت ستة روتشيل منها ثلاث صارت ثلاث روتشيل من الثلاث ثلاث رح تصير سفر هين وصلنا هون لسفر هين هيك؟ كم مرة نطينا؟ نطينا أربع مرات بكل مرة في عندي ثلاث مجموعات تمام؟ إذن جملة القسمة رح تكون كالتالي 12 تقسيم ثلاث تساوي أربعة طيب خلينا شوف أسلة أتحقق من فهمي نحن هيك عرفنا إنه القسم إلها علاقة بعملية الطرح كيف يعني؟ مرات وزع عشرة ألعاب في سناديق في كل منها خمس ألعاب شو عدد السناديق؟ يعني رح تبلش من عندي العشرة تمام؟ العشرة وبدنا نقسمها على قد هاي هو حكينا نفسه كعتبرنا إنه في عنده خمس ألعاب فإذن عشرة رح أقسمها على خمسة يعني بدي أرجع أرجوع قد نرجع أرجوع خمس مرات فإذن عشرة هاي مرة هاي مرتين هاي ثلاث هاي أربعة وهاي خمسة صارت خمسة وعند الخمسة أو فيكو هيك تعملوا أسهل زي ما الكتاب عامل والخمسة شيلوا كمان منها خمس حبات رح تسير سفر فمعناها كم مرة نطينا؟ عندي نطتين تمام؟ هاي النطة الأولى الكبيرة وهاي النطة الثانية الكبيرة في كل مرة خمس حبات نطتين ورجعني لورا رجوع خمس مرات أو خمس قفزات الصغيرة هاي فعشرة تقسيم خمسة يساوي اثنين كم صندوق صار عندك هيك؟ عندك صندوقين بكل صندوق فيه خمس ألعاب أوكي نيجي لهون عندك ثمانية وعشرين كتاب بدك ترتبهم في أربعة رفوف بالتساوي طيب إذن هاد لهدول عندك ثمانية وعشرين كتاب هايهم في عندك أربع رفوف بالتساوي أوكي كم كتابا وضعت في كل رف يعني ثمانية وعشرين من يجي منكتبها هون على قدير رح نقسمها على أربعة رفوف تمام على أربع رفوف في كل رف كم رح يكون عندها كم كتاب طيب هون عندك هاي احنا منلاحظ هون في أربع بيناتهم تمام يعني هاي الأولى هاي الثانية هاي الثالثة هاي الرابعة هاي الخامسة هاي السادسة هاي السابعة عند السادسة آه ما هي أربعة بدأت تصير لعند السفر لازم نوقف عند السفر فبالتالي من عندهم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة فكم كتاب عندك انت على كل رفية ثالث رح يكون عندك سبع كتب كيف يعرفنا هلا هون هو مش كاتب لك 28 27 26 25 لا هو مسهل علينا شوي دغري هو طارح مننا الأربع نقاط الأربع كتب أربع رفوف يعني هون عندك هذا كل اسم الرف الأول هذا كل الرف اللي بعده تمام فإذا 28 بدي أقسمهم على عدد أربعة هاي هما هي مكتوبة بالمعطيات 28 تقسيم أربعة ده بيعطيك كم مجموعة يعني كم كتاب نحط في كل رف رح يطلع معاك سبعة هاي هون كل مرة عم نرجع رجوع أربع مرات كل مرة بنرجع أربع مرات طيب نشوف هذا المثال اللي بالأسفل بقول لك استعمل عملية الطرح المتكرر اللي نجد الناتج هاي الـ 42 انتبهونها مش تصاعد يناقص واحد يعني لا انتبهونها فإذا 42 هاي ها منبلش من عندي 42 بدنا نقسم على سبعة هاي ها فعليا إنه كم سبعة بننقسم يعني كم مرة بدي أرجع لورا سبع مرة سبع حبات يعني هون تقسيم سبعة أو ناقص سبعة منكتوب شيل سبعة من الثنين وأربعين بيعطيك 35 وشيل كمان سبعة صارت 28 كمان سبعة واحد وعشرين كمان سبعة أربع تاش كمان سبعة سبعة وكمان سبعة واحد عدوهم واحد اتنين تلاتة أربع خمسة وهاي ستة تمام طيب أحد أحدد أي ناتج القسمة هو أكبر من دون إجراء عملية القسمة ونبرر إجابتنا شو رأيك مين أكبر واحد رح يكون الناتج 12 تقسيم اتنين ولا تقسيم ثلاث ولا تقسيم أربعة طيب من دون إجراء عملية القسمة مباشرة بتقول لي هذا رح يكون الناتج الأكبر ليش لأنه كل ما قلل عدد اللي هون رح يكون الناتج أكبر هاي لازم تعرفوها يا ثالت إذن كل ما قلل مقسوم عليه بيكون الناتج أكبر أوكي نبين لأنه 12 تقسيم اتنين ستة 12 تقسيم ثلاثة أربعة و12 تقسيم أربعة آم ثلاث هاي عكس هاي ما هي طيب فإذن هاي ستة أكبر واحدة طيب نتقل الآن إلى كتاب التمارين نفتح مع بعض يا ثالت على الصفحة رقم 49 بس عنا صفحة واحدة بس ننحلها لدرسنا الثاني آه هون 48 طيب نبلش إذن في السؤال الأول بقول لك عد القفزات على خط الأعداد وأجيب عن الأسئلة اللي ثم نكمل جملة القسمة كم قفزة عندك؟ عندك قفزة 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 قفزات إذن 100 تقسيم كم قفزة عندك 10 بس كل مرة قبل ما نكتب 10 نحن عرفنا أنه جواب 10 لما عرفنا عدد القفزات لكن كل مرة أنت عم بتنط عم ترجع لورا قديش؟ عم نرجع لورا 10 حبات طيب 100 تقسيم 10 ويساوي 10 طيب كم عشرة بالسبعين؟ عشرة يا سبعة سبع عشرات بالسبعين طيب كيف منقسمها هاي؟ 70 تقسيم 10 يساوي 7 كم عشرة بالتسعين برضو تسعة؟ 90 تقسيم 10 ويساوي تسعة نستعمل الطرح المتكرر لنجد الناتج طيب عندك 54 تقسيم 6 هاي الـ 54 من هون رح تبلش تمام؟ بدك تقسمها على ستة يعني كل مرة عم ترجع عندها ستة كم قفزة بدك؟ 1-2-3-4-5-6-7-8 وهاي تسعة إذن تسعة طيب بعد 30 تقسيم 3 هاي تلاتين ده ترجع لورا رجوع هايك هون دك ترجع لورا رجوع كم؟ 3 حبات لورا يعني لما تعمل هيك اكتب هون نقص 3 كم مرة نعد 1-2-3-4-5-6-7-8-9 هاي عشرة وآخر واحدة معانا 36 هايها نقسمها على أدب نقسمها على أربعة هاي نعم نرجع رجوع يعني أربع حبات يعني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية وهاي تسعة إذن يا حلوين خلصنا درسنا الثاني نراكم في الدرس الثالث نتحدث فيه عن علاقة القسمة بالضرب اوكي تحدثنا عن علاقة القسمة بالطرح لكن هلأ رح نحكي عن علاقة القسمة بالضرب إذن يعني إذن إحنا بدنا نلخص درسنا هذا الثاني بالنسبة للطرح أول إشي يا ثاني يا ثالث بدكوا بالبداية شو نعمل لما تشوفوا القسمة يعني زي هيك 12 تقسيم ثلاثة المقصود فيها أنه الـ 12 هاي بدك ترجع 3 خطوات لورا يعني لما تشوف تقسيم الثلاث شو معناها؟ أنه نرجع ثلاث خطوات لورا او زي كأنك يعني إذا بدك مش عارف ترجع لورا اطرح او اطرح كم؟ ثلاث مش شرط يكون ثلاث حسب ممكن يتغير يعني 12 تقسيم الثلاثة دك ترجع مرتين لورا او نطتين لورا تمام؟ فإذا هاي خلاصة درسنا 12 تقسيم ثلاث معناها منرجع ثلاث خطوات لورا اوكي وبعدين هاي نرجعنا هون ثلاث خطوات اتناعش رجعنا لورا صارت تسعة بس تخلص ترجع ثلاث خطوات لورا بتصير بالنهاية تعد كم قفز كبيرة انت عملتها يعني كم مرة طرحت التلاتة هاي مرة هاي مرتين هاي ثلاث هاي أربعة فإذا بتصير جملة القسمة 12 تقسيم ثلاث تساوي كم عدد النطات الرئيسية الكبيرة أربعة بس هاي هي خلاصة درسنا لليوم إذن يا حلوين نراكم في درسنا القادم أشكركم جميعا لا تنسوا تشتركوا في القناة وإلى اللقاء